أنا هايزة صورة تانية يا شباب لان رواية القطائع والناس متعرفش بان مدينة القطائع دي مثل القاهرة وقتها شكل من الاشكال الى كانت موجود 준비هane في القاهرة مكانش في القاهرة أصلي مكانش في القاهرة بالذر Angla بس نقدر نقول ده الجامع وديه المنطقة اللي هي بتاعة ديه القطائقenes ديه القطائع عند جبل المؤطم تقريب كانت المنطقة دي القطائع يمكن زي المنطقة الي احنا بنوضع ليها دريئتي زي السيدة زينب المنطقة دي كلها كانت القطائع اللي فيها الجامع حاليا وهو لما قالوا له المصريين بيالحانوا في القول الحقيقة رد رد قوي جدا قال لهم بس الحتة دي هم عرفينها دي أرضهم شوفي بقى الجملة على المصريين فهم لما يجوا يشتغلوا معايا هيشتغلوا مصلحة الأرض اللي هم فيها مش هيشتغلوا شوية ويمشوا لأن دي حسستني وكأن التاريخ المصري مصري طول عمره يخاف على أرضه هو حاسس بكده يعني جاله الإحساس ده فشوفي زكائه يعني قدقين هو عرف يلقط كده فيعين الحاج بتاعه مصري يعين زي مثلا رئيس الوزراء عندنا مصري هل هل دي صور قديمة حقيقية للمدينة نفسها طبعا هي المدينة مش فاضل منها دلوقتي المدينة زمان كانت يعني كبيرة جدا الجامع وعندنا شوية من القناطر الجامع نازل من القلعة كده لأنه قريب قوي من القلعة لقلعة في الضغر دي حقيقة طيب أنا نرجع تاني الكلام الحلو اللي بتقوليه هو هو لمس عند المصريين اهتزازهم بالأرض بالزلط فهو قرر ان يقولك ايه مفيش غيرهم ياخدوا بالهم من بلده حقيقي فأسر ان هو يشغلهم أسر يشغلهم وبعدين المصريين عندهم زي تلممتر كده لما يلاقوا حاكم بيحبهم بيعرفوا أو حاكم بيعمل لمصلحاتهم هم فاهمين فعشان كده لما جيه مثلا أحمد من طلون مات مقريزي يقول لنا الجنازة بتاعته ما كانش فيه واحد في مصر طفل أو امرأة مش فيها شوفيه قد ايه حب المصريين عشان حصل ما بين الحاكم والشعب حب بعض حب بعض وبعدين حصل وشعبية وتأدير ده مثلا مختلف جدا عن الدولة الفاطمية لما انتهت هتلاقي مثلا في رواية الحلواني هنلاقي ان الخليفة العدد في النهاية الحلواني بتتكلمي عن الدولة الفاطمية عن الدولة الفاطمية فمفيش بقى الاحساس ده أو الدولة الاخشدية لما انتهت الدولة الاخشدية لما انتهت مفيش الإحساس المصري يريد إحراب على الركيز الذين يعرفون هذا الدولة مثل الإحساس الذي كانوا mindedهم أم قد دون пой Western هذه هي一단 مريحة الانتعاب من تفكير من 2005 لدين بداخل تفكير من م един شخص أحيث أن يزاري في الطرس أحيث أن الشخص المصري قائد في التالي ده اللي انا بقوله للناس نحن نتعلم من التاريخ وحسيت وانا بقرأ القطائع وكأنه في توازي للزمن اللي احنا عايشينه يعني الحب الشعبية وكأن القيادة بتاعتنا تشبه نفس التاريخ اللي احنا عايشينه انا كمان عايز ارجع معاكي في الرواية دي انه احمد بن طلون حبي يستقل بمصر وينفاصل عن الدولة العباسية وده ما كانش طبيعي دي اول مرة تحصل اول مرة تحصل يقولك يعني المؤرخين بالاجانب يقولوا شفت عزتيني ازاي في الامان حبيبتي واضح اني لا لا مخلصة الرواية كلها فشو الله عليك عشان كده المؤرخين الاجانب يقولوا لو حنتكلم على عصر نهضة في مصر الإسلامية هيبدأ من احمد بن طلون قبل كده مش يعني مصر في الدولة الاموية لا موجودها مش قوي قوي من احمد بن طلون حيبتدي المؤرخين المصرين يكتبوا على الهوية المصرية بقى يبتدوا يكتبوا على علاقة المصري بأرضه وتاريخه وهويته ويبتدوا عندنا العصر المملوكي بقى يوصل لمدى يعني هنمشي من الطلوني الاخشيدي الفاطمي الايوبي نمصل لعصر المملوكي فيبتدوا عندنا المؤرخين يكتبوا فصول كاملة على الشخصية المصرية يعني دي حاجة قديمة جدا خلينا نقرر بأنه هنا الشخصية المصرية بتبدأ من عصر المطلون بالضبط تبدأ الشخصية المصرية طب أنا عايزة أرجع تاني للجامعة لأن أنا وقفت برضو عند حاجة الحقيقة برضو وكتاباتك دايما بتصحصح عندنا الحاجات دي اللي بنى الجامعة ده هو مهندس قبتي قبتي المسيحي شوفي المصريين حلوين إزاي من زمان لأن مصر هي يعني في الأصل قبطية حقيقة وجالها يعني هذا المسلم وهذا القبتي واتحده في بناء مسجد بديع زي ده لع دي نقطة مهمة جدا ويمكن سعيد بن كاتب الفرغاني المهندس القبتي من الشرقية ده موجود معانا في الرواية كلها صحيح من أول الرواية لأخر الرواية وهو أكتر حدك اللي عايز يحافظ على وجود المسجد ده صح وفعلا مسجد فضل لغاية اللحظة دي موجود أحمد بن طلون مسلم متدين وعنده علاقة صداقة ومكتوبة تاريخيا براهب قبتي مسيحي اسمه الراهب أندونا الراهب أندونا ده كان موجود في دير اسمه دير القصير دير القصير ده في منطقة زي دلوقتي مثلا عندنا المعادي أو ترى تمام وفيه وقال النهار لسه فيه بقايا للدير ده كان يعني استدقى بينهم وصلت لدرجة أنه لما أحمد من طلون يكون متدايق من حاجة يروح يعتكف عند الراهب عند الراهب في صومات الراهب فشوفي شوفي بقى أنا ليه بحب كتابات دكتورة ريم لأنه في الكتابات إحنا بنعرف الأجداد بتوعنا عايشوا إزاي وعشان كده لما بيبقى النسيج القبطي الإسلامي في مصر قوي وداعم والإيد في الإيد عمرنا ما بنستغرب لأنه هو التاريخ نفسه بيقول عندك حق وقد إيه هم متأثرين ببعض قد إيه فخورين ببعض قد إيه مرتبطين ببعض مش جديدة أنه ممكن مسلم يبني كنيسة أو مسيح يبني جامع دي مش حاجة جديدة في مصر وكاد بتحصل كتير عندنا سعيدة من كاتب الفرغاني والعرائس بتاعت ابن طلون عرائس ابن طلون دي بقى حكاية الوحلها اللي هي زي الشبابيك كده اللي هي زي الشبابيك كده اللي هي زي الشبابيك كده ودي أعتقد في أعلى المسجد يعني يمكن الصور لو جالنا الصور في أعلى العرائس دي شكلها بديع جدا والناس والباية أنا نفسي الناس ياخدوا أولادهم يروحوا الأماكن دي لأن الجامع باديع الحقيقة لأ يعني العرائس دي أعتقد تلوزق منها حاجة أيوة هي دي دي العرائس دي دي كأن ناس ماسك قدين بعض كأن ناس ماسك قدين بعض لو احنا فكرنا أن العمل العرائس دي اللي بناها هو مسيحي كبتي العرائس دي أو الشبابيك ده ما شفناش زي كين نرجع للصورة اللي هي بتاعت الجامع أستأذنكم لأن العرائس هنا بتؤكد بأنه المسلم والمسيحي يلقيد في الإيد مش كده بس ده بيقولك إن المفروض الناس دي اللي بتصلي أو بتتعبد لربنا هي تحمي المكان ده ده فكر اللي بنا شوفي بقى روعة فكر اللي بنا اللي هو المسيحي المسيحي فقد إيه فعلا مصر دي اللي بيحميها إيه كلنا واحد يعني أمام ربنا كلنا اللي هي العرائس وانتي مش قد تتميزي شكل واحد معين لا أبيض ولا أسود ولا أصفر كل الناس زي بعض